دلوقتي مشاهدين معد موجز لأهم الأخبار معالمية شكرا لك شازلي الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع اطلع الرئيس السيسي على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة ودعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور كما اطلع الرئيس السيسي على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول وتطوير بنية الانترنت لاستعابي لاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية وفي اجتماع منفصل مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثفي لتنمية قطاع الاتصالات في مصر وذلك من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع التصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة ما يتعلق بتطورات تنفيذ مبادرة مصر الرقمية كما تناول الاجتماع جهود النهوض بتصميم وصناعة الالكترونية من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الالكترونية حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين وذلك عن طريق تعزيز الاستمار في الكوادر البشرية أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وذلك من خلال الدفع بمختلف أطور التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة الأوضاع في السودان وليبيا والنيجر ونتائج اجتماع لجنة الاتصالات العربية الخاصة بسوريا بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أكد الوزيران حرصهما على استمرار التنصيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مصارات التعاون بين البلدين والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة تصدى الجيش السوداني لهجوم لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بأم درمان وجنوب العاصمة الخرطوم وأوضح بيانة للجيش السوداني أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة في الأفراد والمعدات خلال الهجوم الذي أدى أيضا إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين وأضف البيانة أن الجيش السوداني قام بعمليات تمشيط واسعة بأم درمان وجنوب الخرطوم بجانب نشاط مجموعات العمليات الخاصة بكل مدن العاصمة لملاحقة الفرين من قوات الدعم السريع أعلنت وكلة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصدر عسكري أن إسرائيل هجمت أهدافا على مشارف العاصمة السورية دمشق وأوضحت سانا أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق مع أصفر عن إصابة جندي سورية ووقوع بعض الخسائر المادية تستضيف جنوب أفريقيا اليوم قمة قادة دول مجموعة بريكس وتعد مجموعة بريكس منظمة دولية مستقلة تجمع خمس دول اقتصادية كبرى وهي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ويمثل حجم الناتج الاقتصادي لدول بريكس ما يقرب من 18% من الناتج الاقتصادي في العالم تفقد الرئيس الأمريكي جو بايدن جزر هاواي لمعينة الدمار الواسع الناجم عن حرائق الغابات الأخيرة خاصة في ماوي وعرب بايدن عن حزنه العميق قراء الدمار الواسع الذي خلفه الحريق متعهدا بإعادة البناء والإعمار بأسرع وقت ممكن جاءت هذه الزيارة لبايدن إلى موقع أخطر حريق في الولايات المتحدة خلال أكثر من مئة عام بعد أن تعرض الانتقادات بسبب طباط استجابة الإدارة الأمريكية للحريق أطلق نادي المدربين بتنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجا تدريبيا مكثفا لشباب أعضاء تنصيقية وذلك بهدف خلق كوادر سياسية شابة من خلال رفع مهاراتهم السياسية والمعرفية يأتي ذلك ضمن استراتيجية النادي للعام الثاني على التوالي لرفع كفاءة أعضاء التنصيقية حيث تم تصميم البرنامج ليشمل تدريبات تفاعلية عن الدستور المصري والمنوزنة العامة للدولة والمحليات والتواصل الجماهيري وأهمية الوعي بالمشاركة الانتخابية مشاهدين انتهى موجزة الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل